موسيقى الحجاج ينهون رمي جمرة العقب الكبرى في ميناء ويتوجهون إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة القوات العراقية تبدأ استعداداتها لإطلاق عملياتها العسكرية ضد الداعش في قضاء الحويجة التأحالف الدولي واصل مراقبة قافلة داعش في الصحراء السورية ويمنع توجهها صوب الحدود العراقية أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم ثم أنهى معظم حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقب الكبرى بعد توفدهم من مزدلفة إلى ميناء وتوجهت نسبة كبيرة من الحجاج بعد ذلك إلى الحرم المكي الشريف لأداء الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة وكان الحجاج قد توجه في التاسع من شهر الحج إلى مشعر مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم أكدت السلطات السعودية نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولا إلى تصعيد جموع الحجاج إلى مشعر ميناء والبدء في رمي جمرة العقب وأداء طواف الإفاضة وتتابع الجهات المعنية بشؤون الحج مراحل تنقل جموع الحجاج وما يقدم لهم من خدمات حتى يتمكنوا من أداء أركان الحج بيسر وطمأنينة وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن مجموع الحجاج لهذا العام بلغ أكثر من مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف حاج إلى العراق حيث بدأت القوات العراقية استعداداتها لإطلاق عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في قضاء الحويجة الواقع غرب محافظة كاركوك ويعد آخر معاقل المتطرفين في شمال البلاد وبشر الطائرات سلاح الجو إلقاء ملايين المنشورات في سماء القضاء تتضمن توجيهات للمواطنين تحضهم على الابتعاد عن أماكن تجمعات التنظيم لأنها ستكون أهدافا للطائرات ولا يزال الجزء الشرقي لبلدة الشرقات في محافظة صلاح الدين والذي يجاور الحويجة تحت احتلال تنظيم داعش وسيكون مشمولا بعمليات تحرير الحويجة في الوقت الذي تستكمل فيه القوات العراقية استعداداتها لإطلاق معركة تحرير الحويجة شمال بغداد بدأت قوات الشرطة عمليات تمهيدية في منطقة الأنبار على الحدود السورية العراقية وتمكنت خلالها من قتل العشرات من أفراد التنظيم الذين أصبحوا محاصرين في مناطق محدودة بعد أن خسروا كل المساحات التي احتلوها ولم يتبقى لهم إلا أربع مدن فقط من أصل أكثر من مئتين مدينة ومنطقة احتلوها سنة 2014 التقرير التالي والتفاصيل منطقتان فقط هما ما تبقى لداعش في العراق بعد أن كان يستولي على نحو 44% من مساحة البلاد في 2014 الحويجة وبلدات القائم وعنى وراوى في الصحراء الغربية الحدودية مع سوريا هي ما تبقى للتنظيم بعد تحرير كامل محافظة نينوة فمن أين ستنطلق معارك التحرير؟ وما هو الوقت المطلوب لطي صفحة داعش من العراق؟ قضاء الحويجة الاستراتيجي قد يكون الهدف القادم إذ بدأت القوات العراقية لاستعدادات العسكرية واللوجستية تمهيدا لشن عملية عسكرية حيث قصف طيران التحالف الدولي مواقع المسلحين في القضاء والجانب الأيسر من قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين مجلس محافظة كاركوك من جانبه كشف عن جاهزية القوات الأمنية على المحاور القتالية في أطراف الحويجة مبينا أن قيادة العمليات المشتركة ستحدد خلال الأيام المقبلة موعدا لإنشاء مقر لقيادة عمليات قادمونيا حويجة والتي من المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القادمة بحسب بعض القادة العسكريين طائرات القوى الجوية من جانبها ألقت ملايين المنشورات على القضاء تدعو فيها الأهالي بالابتعاد عن مواقع تجمع أفراد التنظيم الذين سيكونون أهدافا للطيران الحربي وحددت قيادة العمليات المشتركة الطرق الآمنة التي ستخصص لاحقا للمواطنين كما طالبت من أفراد داعش بإلقاء السلاح والاستسلام أما حملة تحرير مدن القائم وعن وراوى المتجاورة في أعالي الفرات بمحافظة الأنبار فتقول مصادر عراقية إن 68 فردا من تنظيم داعش على الأقل لقوا مصرعهم بعد شن القوات العراقية عمليات استهدفت أربعة مواقع للإرهابيين قتل خلالها 11 إرهابيا في بلدة القائم و30 في حي النهضة إلى جانب قتل 15 فردا تم استهداف تحصيناتهم في الصحراء خسارة كبيرة تكبدها داعش خلال الأيام الماضية فهو الآن لم يعد يستولي إلا على نحو 3% من مساحة العراق ليبقى مصير زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي مجهولا حتى الآن على الرغم من ترجحات تقول إنه قد يكون في منطقة ما من أرض في الأنبار المتصلة مع دير الزور السورية وهو الأمر الذي رجحه أيضا قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا والذي قال إن أبا بكر البغدادي تمكن على الأرجح من الفرار مع متشددين آخرين إلى وادي الفرات المعركة الأخيرة للتنظيم ستكون في وادي الفرات عندما نعثر عليه أعتقد أننا سنحاول أولا أن نقتله على الأرجح الأمر لا يستحق محاولة اعتقاله الأستعدادة العسكرية تمشي على قدم وساق لإعلان تطهير كامل العراق من داعش أيام قليلة استغرقتها معركة تل العفر ما دفع كثير من الخبراء العسكريين القول إن القضاء على داعش مسألة وقت لذا قد يكون نهاية العام الجاري هو موعد لإعلان التحرير أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار أن نازحي المحافظة في المخيمات يعيشون أوضاعا قاسية ولفت إلى أنهم يأملون بتحرير مناطقهم وتوفير الخدمة لهم في تلك المخيمات ويتواجد عدد كبير من النازحين في مخيمات الأنبار بالرماد والخالدية والحبانية والسياحية وعمرية الفلوجة حيث يتجاوز عددهم 15 ألف نازح وأغلبيتهم من أهالي عنا وراوة والقائم بعد أن تمكنت القوات العراقية من تحرير غرب الموصل بما فيها تلعفر والمدن التابعة لها كشفت هذه المناطق عن جرائم بشعة ارتكبها داعش في الموصل من بينها إعدام ضحاياه وإلقاؤها في هذا الوادي الواقع بمنطقة بادوش التفاصيل مع وسام يوسف بالقرب من هذا المكان الواقع غربي الموصل هو موقع سجن بادوش الذي كان يضم آلاف النزلاء عندما دخله مقاتل داعش عام 2014 ليختفي المئات منهم بعدها حيث اكتشف عدد من الرعاة مؤخرا مقبرة جماعية بالقرب من هذا المكان فحاولنا الوصول إليها بمساعدة الأهالي والقوات الأمين المساجين اللي طلعوا باتجاه البوابة بوابة الشام قتلوهم ذول الأنذال الكلاب الدواش قتلوا المساجين مع الأسف يعني واللي اتجهوا على بادوش ها خلصوا يعني مثل آني خمس مساجين ببيتي عبرتهم المي هذا المي عبرتهم إياه وانطيتهم فلوس وانطيتهم ملابس وعبرتهم هذا الوادي يقع على بعد كيلومترين جنوبية سجن بادوش حيث جلب مقاتل داعش مئات السجناء هنا لينفذوا بهم أبشعة جرائم كما تشير بقايا جثث المنتشرة في هذا الوادي الصدفة وعدها هي من قادت بعض رعاة الأغنام إلى اكتشاف هذه المغبرة التي هي شاهد على أكبر جرائم مقاتل داعش في مدينة الموسط حيث يحتوي هذا الوادي على أربعمائة جثة ظاهرة كعظام وكملابس كما تشاهدون من خلفي على بضع مئات من الأمتار شمال هذا المكان يقع سجن بادوش الذي كان فيه أكثر من الذي كان يحوي ألاف النزلاء حال دخول مقاتل داعش إلى مدينة الموسط احتلوا هذا المكان وساقوا عدد من السجناء إلى هذا الوادي وأعدموهم في هذا المكان أيضا أسفل هذه الكذبان الترابية هناك جثث تحوي جثث لأن الجرافات قامت بدفن جثث بعد قتلهم في هذا المكان ولكن مياه الأمتار جرفت عددا من الجثث وأصبحت ظاهرة في هذا الوادي كما تشاهدون حيث أحصينا أكثر من أربعمائة جثة في هذا المكان وصلنا البحث في القرى القريبة عن شهود عيان على جريمة داعش هذه لكن سكان القرية رفضوا الحديث عنها أمام الكاميرا بعدها علمنا أن أحد السكان ويدعى أبو أحمد قد دفن قسما من الجثث حينها حيث تمكننا من العثور عليه بعد ساعات من البحث في القرى القريبة لا لا كلهم سجناء العسكريين بالرباية ومن هذا المكان كلهم سجناء كلهم سجناء لأن العسكري ما يشنطونهم كلهم شنطين سجناء ولابسين مدني لابس مدنيين يديهم كانت عيونهم لا عيونهم ومشددة بس يديهم شنطة أقبر عرفنا عن طريقة يسرحون بالماشية عرفنا بعد أكثر من 45 يوم بعدها قمت أنا بدفنهم أجر الشفر أبو الشفر ما كمل انهزم قال انت قدرتني يعني راح أموت ما أعلمني بالحقيقة ينهزم منها بعدها جيت لقيت مدفونين أبو شفر دافن يكمل على التالي ما أحد يقبل يعلم من هو الذي يكمل يخافون والله هي يقدر من إلى 500 ولو عن الصدفة التقيت بي واحد هسا جعد أدور له التقيت بي عن الصدفة وسأل عليا يقول أكثر من 600 هذه المقبرة تعد إحدى أكبر المقابر التي تم العثور عليها حتى الآن في غربية الموصل والكثير من الأسرار حول المفقودين ربما تكون إجاباتها هنا إذ ينتظر السكان فرقا مختصة بالتحقيق الجنائي والبيولوجي لتفحصها قبل أن تغتفي معالم جريمة داعش من هذا المكان أهلا بكم من جديد أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قافلة تضم مقاتلين من تنظيم داعش وأفراد أسرهم ما زالت في الصحراء السورية بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية وأضاف التحالف أنه طلب من روسيا إبلاغ النظام بأنه لن يسمح للقافلة التي تتألف من 17 حافلة بمواصلة التحرك شرقا صوب الحدود العراقية قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ديمسورة إن ما تبقى من معاقل داعش في سوريا سيسقط على الأرجح بحلول نهاية أكتوبر وهو ما يجب أن يدفع المجتمع الدولي للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأضاف أن هناك ثلاثة أماكن لتزال أبعد ما تكون عن الاستقرار وهي الرقة ودير الزور وإدلب مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية سيحرران الرقة على الأرجح خلال الأشهر القادمة حثى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على هدنة إنسانية لسماح للمدنيين بمغادرة الرقة في الوقت الذي تصل فيه الحملة لتحرير المدينة السورية من احتلال تنظيم داعش إلى مراحلها النهائية وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 25 ألف مدني ما زالوا المحاصرين في أجزاء من المدينة خرج أهالي مدينة دومة في مظاهرة حاشدة بعيد صلاة العيد مجددين مطالبهم بإسقاط نظام السوري وإخراج جبهة النصر من الغوطة وقال المتظاهرين إن جبهة النصر أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها الخنجر المسموم في ظهر الثورة جبهة النصر هنا لا نريدها إطلاقا والآن هناك محاولات لإخراجها لا نريد سفك الدماء أيضا معها ولكن إذا كان هذا الخير الأخير فنحن له بإذن الله عز وجل نقول لها أنت لست من الغوطة أنت لست من الثورة أنت لم تعترف بعالم الثورة حتى تقبلي بالثورة أخرجي وتركينا نحن هنا نحن من حرر البلاد ونحن من نستطيع إسقاط هذا النظام بإذن الله عز وجل نقول لهؤلاء أخرجوا من بلادنا أخرجوا من غوطتنا لا نريدكم هنا فنحن أهل هذه البلاد ونحن أحق بهذه البلاد منكم من غيركم نحن نقول لجبهة النصرة نحن فكرنا كون جايين لنصرتنا أنتم جيتوا لتغزلونا وتقعن المجاهدين بظهرنا نتخيل أنه اليوم ضم عملية اقتحام لبسوا مناذيل ولبسوا بناطي وفاتوا ليقتلوا النساء ويطلوا الأطفال نحن ما هيخ خرجنا نحن خرجنا لمقاتلة بشار الأسد هدفنا كان أن نرفع الظلم على هذه الأمة المظلومة خرج أهالي محافظة درعا بمظاهرة شعبية أول أيام عيد الأطحى تطالب برحيل الأسد وتستنكر اتهام الخارجية الروسية لأحد فصائل الجبهة الجنوبية بحيازته أسلحة كيميائية ودعت المؤسسات المحلية لإعادة الحراك السلمي في ظل قرار وقف إطلاق النار في جنوب سوريا وبدوره نفى قائد قوة شباب السنة أحمد العودة الاتهامات الروسية بامتلاك فصيلة أسلحة كيميائية مشيرا إلى أن هذا السلاح كان ولا يزال حكرا على النظام الذي استخدمه مرات متعددة يأتي عيد الأطحى المبارك على مدينة درعا هذا العام تخلو فيه السماء للمرة الأولى من الطائرات فيما تشهد الجبهات هدوءا حذرا منذ التاسع من شهر حزيران الماضي وهو تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في العاصمة الأردنية عمان بضمانات روسية أمريكية كيف يمر هذا العيد على السكان في الأحياء التي شهدت معارك ضاريا قبل أشهر جنوب سوريا عبد الحي الأحمد رصد لنا ذلك في سياق التقرير التالي يدعو هذان الأبوان بالرحمة لابنهما الذي لقي مصرعه خلال المعارك في حي المنشية قبل عدة أشهر بعد أن تعالت أصوات التكبيرات في مدينة درعا إذانا بقدوم العيد عيد الأضحى هذه المرة ليس كسابقاته فهو الأول الذي يخلو من طائرات حربية تعكر صف أجوائه ليتنفس بذلك الأهالي الصعداء من جديد هذه السيدة تطل على حطام منزلها المدمر بعيد هروبها من حرب طاحنة دارت رحاها جنوبية سوريا وطويت باتفاق التهدئة في حزيران الماضي بدنا هدنة يعني بدنا يصير هذا الوضع يكون أحسن من الأول نعمر دورنا نقعد هالمهجرين يرجعون اللي بالمخيمات كلها ترجع اللي بالقرى كلها ترجع نحن طيب أن نظن نقاعدين بالمخيمات بالدور والمهجرين والله ما هو طيب أنه لم تمنع مخلفات القصف العشوائي والدمار الهائل هؤلاء الأطفال من اللعب في شوارع حيهم إنهم قلة قليلة لكنهم يطفون بهجة فقدتها هذه الأزقة لوقت طويل أبو أيمن كان أكثر حظا من غيره فقد وجد بيته قابلا للسكن أعاد إصلاحه ليقضي العيد تحت سقفه العيد نحن بالنسبة لنا كأهالي مدينة الدرع نحن بالدرجة الأولى لقاء الأحبه لقاء الأخوة التجمعات اللي بتصير هذا الأمر مفقود من سبع سنوات نحن حاليا بحالة شتات يعني أني فيه لأخوة وخوات من خمس سنوات مشتن أما أبو عماد فهو أب لثلاثة شهداء يعيش بالقرب من مدينة درعا مع أحفاده لا يخفي أمله بأن يستمر اتفاق الجنوب وتثبت أركانه كي يستطيع أن يعيد بناء ما تهدم من منزله بدك تبوس الولد دموعك ما عادش بتغطي وجهك ووجه الولد الولد بده ينجبر يبكي لذلك بابتعد حتى ما أقولهم كل عم تبخير يا جدي ويابوي كل الناس على الشكل لأنه كل الناس نقصت مئات الأسر فقط استطاعت العودة إلى أحياء المخيم وطريق السد ودرع البلد الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر فمناطقهم لم تزل تتعرض لخرقات متكررة لوقف إطلاق النار إنه العيد الرابع عشر منذ انطلاق الثورة السورية ولا يزال الأمل بغد أفضل هو عزاء الأهالي هنا أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج تزامنا مع عيد الأطحى المبارك ونجاح لكل مسلم وعربي ويأتي ذلك عقب إعلان السلطات السعودية نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولا إلى تصعيد جموع الحجاج إلى مشعر ميناء والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس عن قلقه إزاء التجاوزات أثناء العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار في ولاية راخين وحث الأمين العام على ضبط النفس والتزام الهدوء لتجنب وقوع كارثة إنسانية مشددا على أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية توفير الأمن والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكين الأمم المتحدة وشركائها من تقديم الدعم الإنساني اقتحم متشدد بوكو حرام مخيما لنازحين على الحدود بين نيجيريا والكاميرون وقتلوا أحد عشر شخصا كانوا قد نزحوا من جراء أعمال العنف التي يرتكبها المتمردون ودخل مقاتلو بوكو حرام المخيم الذي يضم 45 ألف نازح واستخدموا السكاكين لطعن الضحايا حتى الموت أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنونت خروف العيد يصل إلى باكستانيين في تطبيق يسمح تطبيق جديد في باكستان يتجنب التوجه إلى السوق لاختيار الخروف بمناسبة عيد الأطحى وتسليمه مباشرة إلى المنازل وللتقاليد حيز كبير في الاحتفال بعيد الأطحى في باكستان إلى أن ذلك لم يمنع البعض من الارتكار من خلال إطلاق تطبيق يسمح بطلب الخروف عبر شركة للنقل ويتيح التطبيق نقل الحيوانات بشاحنات خاصة مطلية بألوان زاهية لتسليمها إلى الزبائن وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت العمل المتنقل يزيد ساعات العمل كشفت دراسة ألمانية حديثة أن العمل خارج جدران المكتب بواسطة أجهزة كمبيوتر ثابتة أو جوالة أو هواتف ذكية يزيد من ساعات العمل اليومية لكنه يسبب شعورا بالرضى لدى العاملين وفي المقابل حذر الخبراء من زيادة أعباء العمل على الموظفين من خلال القدرة على التواصل معهم بصفة مستمرة لإنجاز مهام عبر أجهزة الكمبيوتر المتنقلة إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت السجن لعشرين عام لمن يقتل قردا في فيتنام ألقت السلطات الفيتنامية القضى على رجلين بتهمة قتل أربعة قرود من نوع نادر في متنزه وطني وتحدث مدير متنزه عن ضبط الرجلين وهما يحملان كيسين ويخرجان من الغابة وفي حال إدانتهما سيوجه الرجلان عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرين سنة ومع صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت بعد وفاتها اثنين وعشرين مليون دولار ستذهب إلى حديقة حيوانات ستتبرع أمريكية فرت من ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية بعد وفاتها بمبلغ اثنين وعشرين مليون دولار إلى حديقة كولونيا للحيوانات في غرب ألمانيا وتعبيرا عن الامتنان تعتزم الحديقة إطلاق اسم السيدة الأمريكية على مبنى أمريكا الجنوبية التاريخي بالحديقة كغيرها من المدن العربية تضج العاصمة السودانية بأهلها وأطفالها في أيام عيد الأطحى المبارك أجواء العيد في الخرطوم في تقرير مرسلتنا آسيا عطلة والليل ينادي أن غدا العيد والشوارع تحتفي وتزدحم الخرطوم لا يهدأ لها بال ولا تنام تضج أسواقها بأصوات الباع وجدال المشترين وعيهم الأطفال النعيسة ترى ملابسة جديدة وهدايا وأذانهم تستنع بطرب لأصوات الخراف التي تنادي هل من مجيب اشتريت الضحية بتاعتي قبل شوية والله اشتريتها والله من شارع الهوى في ثلاثة مليون يعني الضحية كبيرة شديدة جدا وجميلة جدا ونظيفة وسمينة يعني سمحة جدا كلنا لأهل والحبان والجيران والأخوان والأولاد كلنا على صوت التهليل والتكبير تشرق الشمس الجوامع تكتنسي بحلة من الفرح مثلها مثل المصلين الذين يتجهون لصلاة العيد زرافات ووحدانا فتنتظم الصفوف وتتوحد تلبية لشعائر العيد وبعدها تتعانق الأياد والوجوه تحمل الرضا والكل يعين على الكل وفي الغالب بجمل سودانية صارت كأيكون للعيد القابل في ميناء والتي تعني التمني بزيارة الحج في العام المقبل سلام التطيبين العيد تبارك عليكم للعيد في السودان نكهة ومذاق جميل يزيد البهية والحبور لا سيما والأهلنا في السودان أصحاب نيدة وكرم وإغاثة ملهوف ويتميز ببر الوالدين وصلة الرحم ومكارم الأخلاق والإحسان إلى الجيران فعيد الأضحى المبارك عيد مميز بعد صلاة العيد يلعب الأطفال ويكون هناك تواصل جميل سرعان ما تخلو الشوارع من المهنئين والمباركين بل كل يهرع لتولي أمر ذبيحته مبكرا لتعلو رائحة الشواء وتعبق الأمكنة ثم تجتمع الأسر حول مائدة الطعام لتتناول ما طاب لها من لحوم الخرافة السودانية الأشهر بطعمها ومذاقها والقابلة في ميلا لقناة الآن أسيعة الله الهرطوم قالت دراسة جديدة أن الجلوس في مقدمة الطائرة قد يكون خطرا على الصحة ويزيد من انتشار الأمراض المعدية ويتم تقسيم الطائرة إلى درجات الدرجة الأولى في المقدمة تتبعها الثانية والثالثة لكن فريق من الباحثين بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية يحذر من أن هذه الوسيلة في تحميل الطائرة بالركاب يمكن لها أن تعرض معظمهم لخطر الإصابة بالأمراض خلصت دراسة حديثة إلى أن الرجال والنساء الذين يعانون السمنة خلال مرحلة الدراسة الجامعية أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين ببطء عملية التمثيل الغذائي ورغم أن جميع البرامج المهتمة بالصحة تنصح دوما الأمهات الحوامل بعدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الحمل إلى أن هذه الدراسة تظهر أن نمط الحياة قبل الزواج يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل في خبرنا الرياضي تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد حيث تقام اليوم مباراة قمة بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا والتي ستحدد بشكل كبير المتأهل منهما مباشرة إلى نهائية كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 وشكلت المجموعة الثابعة عنوانا بارزا في التصفيات منذ صحب القرعة ووقوع منتخبي إسبانيا وإيطاليا معا شيد فريق عالمي من فنانين نحتي على الرمل أطول قلعة الرملية بالعالم في ألمانيا وأطلقت شركة سياحية المشروع على أمل أن تحرز به رقما قياسيا عالميا لمدينة دويسبورغ بعد أن أخفقت محاولة قمت بها المدينة العام الماضي لتحطيم الرقم القياسية قبل أن وديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين الحجاج ينهون رمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء ويتوجهون إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة القوات العراقية تبدأ استعداداتها لإطلاق عملياتها العسكرية ضد داعش في قضاء الحويجة التحالف الدولي يواصل مراقبة قافلة داعش في الصحراء السورية ويمنع توجهها صوب الحدود العراقية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار إلى اللقاء